دلوقتي تعالوا نروح شرم الشيخ ونتابع مع زماننا كريم بيبرس آخر الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم صباح الخير يا كريم صباح الخير يا دينا صباح الخير يا شازلي صباح الخير على كل المصريين وكل سنة وإحنا طيبين جميعا يعني يمكن طبعا دلوقتي سوازة سارة قالت وقوفت كل ما ممكن يكون هيحصل فيه منتدى شباب العالم في نسخته الرابع ولكن خليني بقى اقول ان انا موجود هنا على ارض الواقع فعليا وشفت ده بعنايا يمكن من اول ما وصلت المطار وشفنا فعلا الشباب المتطوعين في منتدى شباب العالم وقفين فعلا منتظرين مسكين يعني اليفطاط المختلفة وقفين World Youth Forum او منتدى شباب العالم منتظرين كل من هو جاي علشان خاطر المنتدى عشان يوجهوه ويحركوه ويسهلوا عليه كمان كل تحركاته داخل المطار وخارج المطار يمكن كمان جوه المطار غير المطوعين موجودين في كل انحاء المطار سواء مثلا مطار القاهرة اللي اتحركت منه او مطار شرم الشيخ الدولي كمان ليهم اماكن خاصة جوه المطار عشان يحركوا فيه الناس ويوجهوهم ويسهلوا عليهم كمان الوصول لاماكنهم خارج المطار كمان فيه اوتوبيسات خاصة لنقل اللي جايين يحضروا المؤتمر سواء كانوا شباب سواء كانوا رموز سياسية سواء كانوا رموز فنية فعلا موجودين بينقلوهم ليه اماكن الخاصة بتسكنهم وده كان موجود يمكن من امبارح واول امبارح بالليل فعلا التجهيزات موجودة يمكن دي خطوة واحدة بس وهي مجرد الوصول ليه اللي هيحضروا المنتدى يمكن المنتدى في نسخته الرابعة يمكن خاص كمان جدا خصوصا بعد جائحة كورونا وزي ما احنا سمعنا دلوقتي طبعا هيكون فيه الفيديو كونفرنس او انه الناس تقدر كمان ان هي تتابع عن طريق الابليكيشن ونقدر تتواصل عن طريق الابليكيشن ويمكن دي نقطة مهمة جدا بعد جائحة كورونا فكرة بقى استخدام التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والديجيتال ميديا بشكل عام عشان يبقى فيه تواصل ما بين الناس خصوصا الناس اللي ما قدرتش تحضر المنتدى وده بشكل عام هيكون فيه ورش تحضرية كمان قبل المنتدى متعلقة بجائحة كورونا وكيفية التعامل بعد جائحة كورونا وافكار الشباب والابداع الخاص بالشباب يمكن دايما منتديات شباب العالم بيبقى ليها تلات محاور اساسية وهي السلام الابداع والتنمية وده اهم نقطة في منتدى الشباب العالم ان هو بيكمع الشباب من كل الفئات ومن كل الاعمار بداية من 18 سنة ل40 سنة موجودين مع بعض عشان يوجدوا بينهم روح الالفة والسلام دي رقم واحد الابداع عشان يقدروا ان هم يناقشوا فيها القضايا المختلفة عن طريق طبعا نمازج المحاكاة الموجودة سواء كانت اللي هتبقى موجودة المرة دي زي هتبقى الامم المتحدة ونمازج مجالس حقوق الانسان في الامم المتحدة وكمان نمازج محاكاة تانية كتير جدا لمواضيع ونقشات مختلفة كتير جدا كمان سمعناها اليومين دول وكمان هيكون في بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي زي ما بيقولوا دايما كده مواجهة مباشرة ما بين القيادات السياسية اللي موجودة والرموز السياسية اللي موجودة والشباب عشان يقدروا يتواصلوا ويظهروا افكارهم بشكل عام ويتواصلوا بينهم وبين بعد يمكن هنا كمان في شرم الشيخ واحنا ماشيين دايما في الطريق شايفين التجهيزات والاستعدادات الاوتوبيسات موجودة اليوفط الخاصة بمنتاز شباب العالم موجودة في كل حتة المحافظة كلها عفوا المدينة كلها على استعداد كامل لاستقبال الوفود اللي هتبقى موجودة طبعا المؤتمر هيبتدي من يوم الاتنين القادم ان شاء الله يعني 8 يناير لحد 13 يناير وورش عمل مختلفة هتبتدي طبعا استقبال الوفود والشباب وبعد كده الجلسات الخاصة بقى بالمنتدى هنتابع طبعا مع بعض الجلسات الخاصة بالمنتدى ولكن كمان في نقطة هامة جدا وهي على هامش المنتدى الشباب لما بيجوا هنا مش بس بيناقشوا الافكار المختلفة سواء كانت بقى التغيرات المناخية سواء كانت الخاصة بجائحة كورونا سواء كانت بالافكار الخاصة بريادة الاعمال خاصة بريادة الاعمال دلوقتي بقت قوة اقتصادية بشكل عام سواء محليا او عالميا ولكن كمان الشباب عندهم فرصة كبيرة جدا ان هم على هامش المنتدى ان هم كمان يقودوا بقى تجارب ترفيهية مختلفة تجارب ترفيهية بقى سواء كانت في البحر سواء كانت هنا في شرم الشيخ يمكن البحر معروف جدا والطلعات الخاصة بالبحر والمراكب البحرية كمان الخاص بان هم يتحركوا في السفاري في الصحراء الشباب موجودين عشان هم بجانب المنتدى ان هم يعملوا رحلات سياحية مختلفة فدي ميزة كويسة جدا خصوصا بعد فترة جائحة كورونا ان احنا بنتكلم على عودة السياحة فمنتدى الشباب العالم بيبتدي ان هو يرجع انظار الناس مرة تانية انه يطلق يا غماعة تعالوا نرجع تاني كلنا نرجع سواء شرم الشيخ او بقية المدن المختلفة عشان كده منتدى الشباب العالم ليه اكتر من ناحية سواء الجزء الخاص بالابداع سواء الجزء الخاص بالسلام بالسياحة كمان التنمية وهي فكرة التنمية المستدامة اللي الناس كلها بتسعى عليها ويمكن مصر بتحديدا بتسعى دلوقتي لستراتيجية نصر التنمية المستدامة الفين تلاتين وكل اللي احنا بنسعى عليه سواء بقى الخاص بالتنمية الخاصة بالبنية التحتية او غيرها من المجالات المختلفة وكمان التنمية الخاصة بالقارة الافريقية تنمية المستدامة الفين تلاتة وستين مواضيع كتير جدا جدا نتناقش فيها في المنتدى وكمان هنناقش فيها الناس هنا في الشارع مع بعض على مدار الأيام الجاي بنشكرك طبعا يا كريم على كل هذه التفاصيل وبالتأكيد هتكون معانا في متابعة مستمرة خلال أيام المنتدى